اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا نعرف ابنائي انه دقات القلب كلما زاد نشاط الجسم زادت عدة دقات يعني هنا لدينا ستون دقيقة متى تكون تكون ما هو الاسترخاء استرخاء هو هكذا الجلوس براحة تامة اذا ستون دقيقة تكون مع الاسترخاء اذا الجلوس كم تكون تكون سبعون دقيقة احاول ان اربط تناولتم ابنائي من خلال الدرس انه في المشي تكون دقات القلب 90 دقيقة احسنتم اذا في المشي تكون 90 دقيقة احنا ابنائي ماذا لدينا لدينا الجري والعدو الجري والعدو احنا في الجري ماذا ستكون ابنائي ستكون لاحظوا ابنائي هنا ماذا بقي لنا الجري والعدو لاحظوا عندنا صديقين يجري واحد يجري بسرعة فائقة واحد يجري لكن ليس بسرعة نسميه يعدو العدو هو الجري اسرع من العدو يعني وش كل يبذل في جهد اكبر هو الذي يجري بسرعة اذا اللي يبذل جهد اكبر هو اللي دقات قلبه تكون تدق بسرعة اذا 180 للجري 180 لغ الجري وهنا بقية 150 هي للعدو اذا ابنائي بعد ما انهينا السؤال اول نذهب لسؤال الثاني اجب بصحيح او بصاد او خطأ خاء امام كل عبارة وصحيح الخطأ ان وجد اذا اللي هنا ابنائي انتبهوا احيانا يقولكم ضح صحيح او خطأ واحيانا يقولكم صحيح الخطأ ان وجد اذا الكساح سببه افتقار الوجابات الغذائية للحليب ومشتقاته صحيح او خطأ مرض الكساح نعم احسنتم صحيح عندما يزداد الجهد العضلي يستعيد القلب نشاطه العادي اعيد القراءة عندما يزداد الجهد العضلي يستعيد القلب نشاطه العادي صحيح ام خطأ خطأ احسنتم عندما يزداد الجهد العضلي اسمعوا تزداد نبضات القلب عندما كل ما يزيد الجهد العضلي تزد نبضات القلب يرفع التدخين من نبض القلب مما يبدي الى تعبه صحيح الافراط في تناول الدهون يسبب مرض الهزال هل هذا صحيح الافراط في من يتناولون الكثير من الفيزا والكثير من المقليات هل يصابون بالهزال لا يصابون بالسمنة هنا خطأ السمنة تعودوا نفس العبارة يسبب السمنة هنا السمنة اذا لاحظوا ابناء السؤال الثالث ماذا يقول بيّن الجدوى الموالي مجموع الأغذية التي تناولتها خلال وجبتي الغداء والعشاء في الغداء شدينا خبص أرز عصير جبن سمك العشاء ما هو تناولنا بطاطا ولحم وخبص فقط اذا قلنا احدى الوجبتين يعني وجبة الغداء والعشاء متنوعة حددها ثم اكمل فراغ بما يناسب اذا ابناء نأتي هنا لماذا لنعرف الوجبة الغذائية المتنوعة ما هي الوجبة الغذائية المتنوعة الوجبة الغذائية المتنوعة او الصحية هي الوجبة التي تحتوي على عنصر على الاقل على الاقل من كل مجموعة والمجموعات ما هي هي اللحوم الحبوب الخضر والفواكه والحليب ومشتقاته اعيد الوجبة الغذائية المتنوعة او الصحية هي الوجبة التي تحوي على عنصر على الاقل من كل مجموعة وتسمي المجموعات هنا أبناء ماذا لدينا في الوضعية الإدماجية؟ يعاني سامي يوميا من تعب شديد وإرهاق مستمر لا يزول حيث يكثر من تناول الحلويات والأغذية الدسمة بالإضافة إلى عدم ممارسته الرياضة التعليمة أكتب فقرة من ستة أسطر تشرح فيها سبب المشكل الذي يعاني منه سامي إذن أبناء المشكل الذي يعاني منه سامي رهل هنا حتى الأسباب رهي مذكورة هنا فقط اقرأوا جيدا وما هي الصعوبات التي قد يلقاها في المستقبل خاصة على قلبه وتنفسه مقدما له في الأخير نصائح تساعده على تفادي هذه المشكل والحفاظ على صحته إذن المشكل التي يعاني منها سامي ما هي؟ سامي يوميا من تعب شديد وإرهاق مستمر لا يزول لأنه يعاني من مشكلة البدانة لماذا؟ لأنه يكثر أو يفرط أبناء يفرط هي يكثر كلمة يفرط هي يكثر يفرط في تناول الحلويات والأغذية الدسمة إضافة إلى أنه لا يقوم بأي نشاط رياضي وقد يعاني سامي مستقبلا مما سيعاني من السكتة القلبية وصعوبة التنفس لماذا؟ لأنه من أخطار البدانة هي الإصابة بالسكتات القلبية وصعوبة التنفس لماذا؟ لأنه وهنا حدنا أن التي قد يلقاها مستقبلا خاصة على قلبه وتنفسه وأيضا صعوبة الحركة لأن الإنسان البدين الذي يعاني من الوزن الزائد يتصعب حركته وفي الأخير نقدم نصائح لسامي وهي الإقلال من أكل الحلويات والمواد الدسمة وتنوع غذائه بماذا؟ بالخضر والفواكه وأيضا ممارسة النشاطات الرياضية بشكل أسبوعي أو شكل يومي إذن أبناء الأعزاء أتمنى فعلا أن أكون قد نفعتكم بهذا بهذا النموذج من خلاله شرحنا بعض الأشياء أقول لكم نلتقي في فيديوهات أخرى في أمان الله